إزاي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنصف الشباب المصري في سبع سنين من الحكم طبعا يعني عشان نكون نحن كمان منصفين لازم نقارن ما نضعش نقارن 2021 أو نوصف 2021 إلا لما نرجع لـ 2013 و2012 و2011 يعني من الإنصاف أن نقارن وضع الشباب المصري في الفترة 2012 و2011 و13 ووضع الشباب 2021 يعني الرئيس مؤمن تماما بقضاء الشباب يعني يمكن في أول لقاءات الشباب يمكن كان سنة 2015 مع مجموعة من شباب المستثمرين ورجال أعمال يمكن أطلق المبادرة الرئاسية أن يكون هناك ضخ دماء شابة في جميع المناصب والأماكن الإدارات التنفيذية على مستوى محافظات مصر ويمكن دائما الحكومات بتستخدم شعرات التمكين خلينا نقول ولازم نعترف ونكون شاهدين بهذه الفترة أن الرئيس نقل هذا الشعار من شعار يستخدم يعني يمكن لتغدغة المشاعر بالنسبة للشباب بتمكين الشباب إلى الشعار الأهم هو التأهيل قبل التمكين يعني خلينا نقول أنه فيه تجارب كثير جدا فيما قبل استخدام هذا الشعار التمكين ووصل بعض الشعار بمع الشعار وده ممكن نقول إيه أهم العنوين المهمة اللي قام بيها سيادة الرئيس في هذا الملف يعني ده أهم جزء نتكلم فيه هو التأهيل والتأهيل ده كان فيه عليات استخدام سيادة الرئيس ودعمها ووجه إلي الحكومة ببعض المبادرات أهمها البرنامج الرئاسي يعني البرنامج الرئاسي ده يمكن انطلق هدفه الأساسي في تأهيل وتدريب بعض القيادات الشبابية في جميع المناح سواء اجتماعية أو سياسية أو تنفيذية يمكن البرنامج الرئاسي ده ضم مجموعة من الشباب يمكن كان أطلق الرئيس لهذه المبادرة بعدها نضم ألاف الشباب في موقع يعني يمكن موقع الشعار بتاعه كان بقوة شبابها تحية مصر يعني إيمان الرئيس بخدرة الشباب وقوة الشباب في تحريك الوضع الراهن وتحسينه بالنسبة للمصر هو ده يمكن كان الدفع الأساسي لهذه المبادرات يمكن ثلاثة آليات أساسية لعداد الشباب وعداد القيادات الشبابية من أهمها البرنامج الرئاسي ويمكن لما التقى سيد الرئيس ببعض الشباب كان أول توجه سيد الرئيس أن هذا الشباب يجب أن يتم تدريبه تدريبا وطنيا عن طريق أكاديمية ناصر العسكرية يمكن تم تدريبه سواء استراتيجيات أو سواء أمن قومي وبعد كده بدأت مبادرة إنشاء الأكاديمية نحن بنعرض على الهوى صور برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب طب عايزة أعرف إزاي البرنامج الرئاسي ده فرق مع الشباب غير منهم خلينا نقولي إحنا كم المعلومات والمهارات اللي اكتسبها الشباب في هذا البرنامج الرئاسي جبير جدا ويمكن ما كانش بس معلومات نظرية يمكن البرنامج الرئاسي بيضم بعض الخبرات النظرية كبيرة جدا أحدث النظرات الإدارية والسياسية والاجتماعية وأيضا جزء مهم جدا وهو جزء العمل إن الشاب ده بيحضر نمازج محكاية الشاب ده بيختلط بالواقع العملي في كل المناحي سواء مناحي تنفيذية أو قادية البرنامج ده أفرز مجموعة من القيادات الحالية اللي موجودة حاليا سواء في الحكومة أو في المناصب القادية في بعض المؤسسات الدولة يمكن منها محافظين منها نواب محافظين منها أيضا نواب في مجلس النواب وأيضا الشيوخ يمكن هو ده الجزء اللي كان بينقص الشاب المصر يعني عايز أقول الله حضرتك أن احنا فترة جبيرة جدا كان فيه فجوة بين القيادة السياسية والشاب المصر الفجوة دي امتلأت ببعض المؤتمرات الرئاسية اللي كان بيلتقي فيها الرئيس الشاب مباشرة أيضا بفرص التدريب اللي أتاحها الرئيس اللي يمكن أطلق بعدها في سنة 2017 وفقا لتوصيات مؤتمر الوطني الثالث للشباب إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب يعني هذا الفكر اللي بيتواكب مع الفكر الحديث سواء في التدريب أو التمكين بالنسبة للشباب فكر غير مسبوك ويمكن وضح المدل الاقتناع التام من القيادة السياسية بقدرة الشاب المصري إذا تم إعداده وتأهيله إعداد جيد يستطيع أن يقود دولة كاملة زي الدولة المصرية شكرا